نروح لتهاني مجموعة التهاني تلقاها وخصوصا طبعا من الأندال هتلعب معنا وهتشاركنا في بطولة كاس العالم المقبلة النسخة الرابع على التوالي اللي بشارك فيها الأهلي بداية طبعا مع بطل أوروبا منشيستر سيتي موسم استثنائي بالنسبة لي شخصي طبعا وانتوا عارفين لما السيتي يتوج بدوري أبطال أوروبا والأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا هتعوز اي تاني من كونت القدم ولا حاجة مشيستر سيتي تهانينا لنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا نراكم في المملكة العربية السعودية نسخة خاصة جدا ومختلفة جدا تجمع الكبار من مختلف القرات اتحاد جده طبعا هيكون يعني بيشارك لأنه هيكون مستضيف البطولة طبعا ده نادي الاتحاد السعودي تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا 23 نشوفكم قريب في كاس العالم الأندية وإحنا كمان مستنيين نشوفكم حلقة النصور لتحلق عاليا أستون فيلا تعبنا من المباركة لهذا النادي طبعا يعني طبعا ما فيش موسم بيعدي ما فيش شهر بيعدي إلا ما بتشوف بطولة جديدة في مختلف العالم بس طبعا مش بكلم عن كورت القدم بس نسى من يومين كوني بنحتفل بالوتر بولو من قبله الباسكت من قبله الهاند بول تهانينا لعملاق أفريقيا نادي القرن الأهلي التتويق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه باير ميونيخ باير ميونيخ باير ميونيخ طبعا صورة للعملاقين الشناوي ناير معنو ناير حارس مرمى منتخب ألمانيا وحارس مرمى باير ميونيخ صورة مع الشناوي أعتقد في لقطة اللي جمعتهم في النسخة اللي شارك فيها الأهلي في كاسر عالم واجه فيها باير ميونيخ في البطولة تهانينا لنادي الأهلي المصري على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه اليوفي يوفينتوس كبير إيطاليا تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويق ببطولة أفريقيا للمرة 11 في تهاني تانية جماعة في تهاني طبعا من اتحاد الأفريقي الأهلي السي أو سبورتين كلاب هو بطل النسخة 22-23 من دوري أبطال أفريقيا هم ملوك النسخة 11 للمرة 11 في تاريخهم ونروح كمان للفيفا اتحاد الدولي لكرة القدم الأهلي بطل الأفريقيا للمرة 11 في تاريخه النادي المصري ضمنا بذلك المشاركة في كاس العالم الأندية في السعودية 20-23 وعندنا كلام كتير وعندنا لقطات كتير وعندنا حالة فرحة في حلقة النهاردة بالتتويج رقم 11 في تاريخ الأهلي بدوري أبطال أفريقيا فاصلوا ونرجع لكم